بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من البقعة الدنيا جمهور النادي الأهلي العظيم اللي بالتأكيد بينتظر عودة فريق النادي الأهلي للتدريبات والاستعدادات خلال الفترة القادمة وخلال الفترة الحالية زي ما انتوا شايفين ما فيش مباريات محلية النشاط خلاص الحمد لله الموسم انتهى والكل مشغول بالأجندة الدولية والمستجدات اللي موجودة بخصوص منتخبنا الوطني لكن بالطبع برضو جمهور الاهلي لسه مستنى اللحظة اللي يشوف فيها الفريق بيستعد للتدريبات الفترة اللي جاية فترة اعداد الموسم الجديد هتنطلق الموسم الجديد او هينطلق الموسم الجديد بالسوبر الافريقي بالسوبر المصري ووضع جدول الدوري احداث كتيرة قوي في القرى المصرية الناس كلها بتقعد تسأل وبتتساءل وبتستفسر عن حاجات كتيرة لكن طبعا يعني من يوم الحلقة الاربع اللي فات والنهاردة التلاتة بنتكلم في حوالي ست سبعة ايام لكن تفاصيل كتير ومستجدات كتير والموضوعات كتيرة ومنها موضوعات سلبية وولايل جدا ما بنتكلم مثلا فيه موضوعات ايجابية موجودة على الساحة لكن دا هو دايما القرى المصرية فيها امور بتشغل بال الرأي العام ودايما السوشيال ميديا بيبقى فيها موضوعات مصيرة فبالتكده نحاول النهاردة قدر الامكان اقرب لكو الصورة شوية ونعرفكو كل التفاصيل بالنسبة للمرحلة الجاية هنتكلم عن الاهلي هنتكلم عن المنتخباتنا الوطني واللي حصل في الفترة الاخيرة بخصوص اقالة الجهاز الفني لمنتخباتنا الوطني وهنتكلم عن بعض الامور اللي لها علاقة بالقيم والمبادئ والثوابت مهم جدا نركز على الثلاث كلمات دول القيم والمبادئ والثوابت لان النهاردة عندنا تفصيلة ومعلومة صغيرة اه ممكن الناس تكون نسية اللي حصل من سنتين ثلاثة لكن لازم نركز على الجزئيات الصغيرة دي انها لها علاقة بالقيم والمبادئ والثوابت حتى لو مرت سنين لكن مهم جدا برضو نعيد ونزيد ونأكد المعلومات دي عشان الناس تفتكر ان بعض الناس بتحاول توصل مفاهيم بتكون غلط لكن احنا هنا بنصر اللي احنا نوضح المفاهيم الصحيحة خاصة لما بيكون قدامك بقى دليل مد ملموس هنحاول النهاردة نظهره ونوضحه لكل السادة المشاهدين حلقة فيها تفاصيل وكواليس مصيرة جدا لكن بالطبع عايزين نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم النهاردة بالتأكيد ده مرتبط بالاحداث اللي موجودة على الصحة القاروية في مصر في رأيكم هل المدرب المصري افضل للمنتخب للمنتخب ام المدرب الاجنبي شاركوا معنا من خلال صفحات القناة بالسوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام مع كل إقالة الآيجاز فني مصري والأجنبي موضوع أكبر من كده لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوية في ترند الأهلي موسماني يصل القاهرة والفريق يعود للتدريبات غدا كمان في ترند الأهلي صفقات الأهلي تنضم للفريق عاقب انتهاء مشاركتهم الدولية وفي ترند المحلي اتحاد القرى يفاضل بين ثلاث مدارس لتدريب المنتخب استعراض المباريات والوقت طبعا دايق جدا لكن عندنا نهاردة مجموعة من المباريات الكثيرة في التصفيات الإفريقية والأوروبية والأسيوية المؤهلة لكأس العالم نبدأ مع بعض التصفيات الإفريقية لكأس العالم وفي أربع مباريات انتهت جميعها منذ قليل تونس كسبت زنبيا في زنبيا 2-0 ملاوي كسبت على أرضها مزنبيق 1-0 تنزانيا كسبت مدغاشقر 3-2 وإسيوبيا فازت على زنبابوي 1-0 أيضا في سلسة مباريات هتتلعب بعد نهاية الحالة مباشرة الساعة 6 بتوقيت القاهرة غينيا الاستوائية هتتصديف في موريتانيا كابا فيرد اللي هو الرأس الأخدر هتتصديف في نيجيريا الكونغو برازافيل هتتصديف السينغال الساعة 9 وفي ختم المباريات في بوركينا فاسو هتتصديف الجزار ولكن المباراة هتتلعب في المغرب نظر أن بوركينا فاسو ملعبها غير مؤهلة وجهزة لإستضافة التصفيات أنجولا أيضا هتتصديف ليبيا ودي مباراة تهمنا بالتأكيد لأن الفئيتين معنا في نفس المجموعة وفي الختم السودان هتصديف غينيا بيساو الساعة 9 نروح بسرعة للتصفيات الأوروبية لكأس العالم الساعة 6 أزربيجان هتصديف البرتغال فرنسا الساعة 9 لاروبع هتصديف اللندا وهولندا هتصديف أيضا في نفس التوقيت 9 لاروبع تصديف تركيا التصفيات الأسيوية في هذه اللحظات أنا معاكم على هوا مباشرة بدأت منذ لحظات مباراة الصين واليابان وهي مباراة مهمة جدا ليابان خاصة بعدما خسرت من عمان في الجولة الماضية بهدف مقابل لاشي الساعة 6 في مبارتين عمان هتلاعب السعودية والسوريا هتلاعب الإمارات وفي الختم الساعة 8 الإعراء هتلاعب إيران دي مجموعة مباريات اليوم في التصفيات الأفريقية والأسيوية والأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض وفقرة ترند ترند وأبرز الموضوعات والعنوين والأخبار المهمة جدا الموجودة على الساحة القنوية أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند ترند نبدأ مع بعض بحاجة كده مبشرة حاجة تساعدنا كده في بداية اليوم أول ما نصح نلاقي خبر مهم جدا ممنسبة لاعبي منتخبنا الوطني وبالأخص لاعبي النادي الأهلي هي مش في لعبة كرة القدم للأسف لكن بنتكلم عن لعبة تنس الطاولة النهاردة الشيء المميز والشيء اللي احنا بنفتخر به احنا عندنا لاعبة وبنت لسه بتبدأ مشوارها الرياضي لكن عمنا إنجازات وأرقام قياسية عالية جدا بنتكلم على هانا جودة لاعبة النادي الأهلي في تنس الطاولة وأيضا كمان لاعبة منتخبنا الوطني النهاردة كان بتلعب مباراة مصرية خالصة مع دينا مشرف ولما أتكلم على دينا مشرف أحد العلامات البارزة في لعبة تنس الطاولة النهاردة هانا جودة كذبت دينا مشرف أربعة اتنين في نصف نهائي فرد السيدات لبطولة إفريقيا عشان تكتب تاريخ بالصعود للمباراة النهائية أيضا كمان مريم الهديبي دي لعبة النادي الأهلي فازت على يسرى حلمي بنتيجة أربعة اتنين في نصف النهائي عشان الساعة ستة النهاردة بعد الحلقة مباشرة هتلعب هانا جودة مع مريم الهديبي في نهائي مصري أهلاوي هو في النهاية الكذبان مصري لكن الفكرة بالنسبة لي في إصرار وعزيمة بنت مصرية بتحاول تبقى مثال مشرف جدا للرياضة المصرية هانا جودة ولو بتتكلموا على أن المستوى ده وصلت له إزاي هي مش أداء فني ولا تركيز فقط لا كمان في تقويم وفي أخطاء كانت موجودة في السابق النادي الأهلي قدر يتعامل مع هانا جودة بشكل علمي ومنطقي وأدبي سليم جدا عشان تقدر تستفيد من أخطائها عشان تبدأ تكمل أو تفضل مكملة سلسلة الانتصارات وتكمل في الرياضة بشكل رائع جدا لأن الرياضة في النهاية قبل ما تكون فنيات هي أدب وأخلاق والتزام وده المهم جدا للنادي الأهلي بيحاول يتعامل فيه مع لاعبيه واللاعبات اللي موجودين فيه النادي الأهلي فبالتالي هانا جودة النهاردة موجودة في المباراة النهائية سعادتنا مش بالنهاية وصلت المباراة النهائية سعادتنا النهاية بتدينا أمل أن الفترة اللي جاءة إن شاء الله هنشوف مستقبل في لعبة تنس الطاولة من لاعبات إن شاء الله بإذن الله هيتعلقن في الفترة القادمة وفي نفس الوقت كمان هنشوف الفترة الجاية بإذن الله كمان في لعبة تنس الطاولة يعني إنجازات تطيبة لعله وعسى بإذن الله في دورة أولمبية جديدة نقدر نشوف أداء رائع في الفترة اللي جاية أيضا كمان عمر عصر النهاردة بيكتسح اللاسينيالي إبراهيم ديو بنتيجة أربعة صف ليدرب موعدة نارية مع نيجيري أرونا كواردي في نهاية بطولة إفريقيا للتنس الطاولة والمباراة النهاردة هتكليعب إن شاء الله الساعة سبعة لرب وكل التوفيق لعمر عصر في الفوز بهذه المباراة والبطولة بإذن الله خبر كان مهم أبدأ به لأننا دايما في تنس الطاولة بنشوف إنجازات طيبة وبنسعد دايما لما بنشوف بقى هنا جودة بتعمل نتائج طيبة وأنا شايف إنه بصراحة سلسلة إنجازات طيبة اللي اتحققت قبل كده من دينا مشرف وعدد من اللاعبات اللي قدرن إنه هم يحققوا إنجازات طيبة في الفترات السابقة الحاجة الثانية وهي متعلقة بمنتخبنا الوطني مش أقول وجهة نظر معاكسة على كل اللي بتقال خلال الفترة الأخيرة لكن من خلال متبعيتي للمنتخبات وتعيين الأجهزة الفنية على مدار 15 سنة بلاي دايما إن المشكلة عندنا مش النتيجة ولا الأداة المشكلة عندنا المدرب وطني ولا مدرب أجنبي عشان جدا إحنا في بداية الحلقة طرحنا السؤال تفضلوا إيه مدرب وطني ولا مدرب أجنبي لأن السؤال ده ممكن يطرح للجمهور لكن على طاولة الاجتماعات في المناقشة عشان تقدر تختار جهاز فني الجزئية دي المفروض تكون خارج الحسابات وإنت بتختار طبقا لمعايير المعايير دي شايفها متطبقة على مدرب وطني أهلا وسهلا متطبقة على مدرب أجنبي أهلا وسهلا لكن فكرة أن التختار لا وطني لا أجنبي لا قص الأجنبي لو عمل أداء وحش حتى لو بيكسب الناس هتعديله لكن لو الوطني بيكسب أو بيتعادل أو محقق نتائج لكن أداء وحش الناس مش هتعديله ما تحسبهاش كده أنا مختلف اختلاف كلي على فكرة توجيه الشكر للجهاز الفني للمنتخب الوطني والناس ما تتفجأش لأن بالمناسبة إحنا هنا بنتكلم لمصلحة الكورة المصرية إحنا أول ناس هنا تحديدا في برنامج الترند قلنا أن الجهاز الفني المنتخب الوطني بيخالف قواعد استدعاءات اللاعبين وكلكم تتذكروا من كم شهر لما تم استدعاء أيمن أشرف وهو مصاب وفي لعبة تانية كانت موجودة خارج مصر وقدمت كشف طب النية مصابة تتذكروا الفترة دي واتكلمنا فيها وقلنا قواعد الاستدعاء اللاعبين فيها مشاكل وفيها أخطاء والجهاز الفني مش بيدير الأمور صح وفي مشاكل داخل الجهاز الفني في مسألة استدعاءات اللاعبين احنا قلنا الكلام ده من 3-4 شهور ولكن لما تيجي عند الجزئية الفنية والنقطة الفنية لازم هنا بقى تعمل نقطة ومن أول السطر هل المنتخب الوطني النتائج ليست على ما يرم؟ إطلاقا المنتخب تصدر مجموعته في كأس الأمم الإفريقية وتأهل بطولة الأمم في الكاميرا حاليا هو متصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم ومنتظر نتيجة أنجولا وليبيا الجهاز الفني بقرد كابتل حسين البدري لم يخسر أي مباراة منذ أن تولى المسئولية إذن على الورق والنتائج ما فيش أي أرقام سلبية لكن الأداء سيئ طب هل الأداء سيئ في هذه الفترة فقط ولا المنتخب آخر عشر سنين في تزبزف في الأداء المنتخب من بعد رحيل كابتن حسن شحاتة في تزبزف في الأداء فترة برادلي كانت فيه مطشط بيتبقى كويسة ومطشط لا وأهم مرحلة خرجنا فيها أهم مرحلة خرجنا فيها كاس الأمم ما تأهلناش خرجنا من مجموعة كانت أقل من المتوسط بالمستوى مع أجيري كان نفس الأداء مع كوبر محدش كان طيق اتفرج على مطشط الكورة لو لأن كانت ساعتها فيه تلاحم عشان نروح كاسعالم فكلنا وقفنا في ظهر الجهاز الفن لكن ككورة وكمستوى كأداء ما شفناش أداء فبالتالي أنت آخر عشر سنين أصلا أنت عندك مشاكل في الأداء الفني ده مش مرتبط بس في الأجهزة الفنية لا ده مرتبط كمان أن النظام عندك في مشاكل أنت عندك مشاكل في الدوري عندك مشاكل في المسابقات المحلية عندك مشاكل في تيفيد التعامل مع بعض اللاعبين المحترفين عندك مشاكل في حاجات كتير جدا هتقول له أصلي فيه مشاكل في قط اللبس كانت فيه مشاكل في قط اللبس أيام برادلي وكانت فيه مشاكل في قط اللبس أيام أجيري وكانت فيه مشاكل في قط اللبس أيام كوبر يمكن كوبر كان حازم شوية عن الفترات السابقة لكن دايماً فيه مشاكل في قط اللبس لكن فكرة نحاسب الكابتر حسام أو نحاسبه نقوله في مشاكل في استدعاة اللعيبة في مشاكل فنية كذا انت عندك مدير فن الاتحاد جايبوا ليه معاشان الامور دي يعمل اجتماع يقعد مع الجهاز يشوف الفترة السابقة ايه المشاكل اللي فيها ويتفادى ده الفترة الجاية لكن نشيل جهاز فن فترة زي دي انت عندك الشهر الجاي مطشين حاسمين في تصفيات كاس العالم اي نتيجة سلبية انت خرقت خلاص يبقى التغيير ايه اللي استفادته مفيش استفادة عندك كاس امم كمان 3 شهور عندك كاس فيفا عرب كمان شهرين انت داخل في مرحلة حاسمة جدا انت بقى لك سنتين مع المنتخب جاي دلوقتي تتفكر في تغيير الجهاز هو انت خسرت من الجامون ده انت اربع نوات في تصفيات كاس العالم هجيلك ليبيا هتكسبت تصدرت المجموعة حتى لو ليبيا كسبت النهار ده في انجولا فانت لسه لسه موجود ان الاداء مش كويس ده مش جديد منتخبنا الوطني اخر 10 سنين ما بيلعبش بنفس الاداء اللي كان موجود من 2006-2010 وكلنا متفقين على كده فانا شايف ان التغيير توقيته غلط توقيته غلط خاصة انك اقلت الجهاز الفني ومش محضر البديل مباشرة والبلبلة اللي موجودة عالسوشيال ميديا وفي الشارع المصر بسبب مين اللي بقى ماسك المنتخب الفترة الجاية ده اكبر دليل هنجيب فينجادة لا هنجيب مدرب وطني عايزين حسام حسن لا مجلس الادارة او لجنة السلسان مش عايزة حسام حسن هنفكر نجيب ايهاب جلال طب انت شفت السيارة الزيتية لكل المدربين دول هل هم افضل من حسام البدري ولا لا انا من خلال الارقام ومن خلال الاسماء اللي موجودة لو بتفكر في بديل حسام حسن كتاريخه في المنتخب الوطني والشارع نفسه بيقول ده اكبر كتير من كل الاسماء اللي بتتعرض لكن هل انت هتقدر تجيب كابتن حسام حسن تدولي المسؤولات الفنية ده قرارك اذا انت متحمل قرارك لما تقيل الجهاز الفني وتتحمل قرارك لما تعين جهاز فني لان انت خدت قرار في توقيت صعب جدا التوقيت ده عشان تاخد فيه قرارك اللازم ترجع لناس مختصة ناس فنية تقولك التوقيت ده صحة ولا غلط انا مش فارق معايا مين هيجي الفترة الجاية سواء مدرب وطني او مدرب اجنبي انا فارق معايا التوقيت اللي خدت فيه القرار هل توقيت سليم ولا توقيت غلط هل الجهاز الفني كان يستحق الرحيل ولا لا يستحق الرحيل كل الامور دي كانت محتاجة لجان جوه للتحاد تناقش الامور دي بشكل فني بدليل انت حتى يعني اجلت قرأة الدوري وما حسمتش موقف الدوري وموقف الكاس لبعد الاجندة الدولية عشان تقعد مع الجهاز الفني اللي منتقى تشوف المرحلة الجاية فبالتالي انت مستنى من الجهاز ده بعد ما يخلص الاجندة الدولية تشوف المرحلة الجاية عليها ازاي. فبالتالي انا انا شايف ان القرارات اللي اتخذت متسرعة. ولو كان عندك خطة بديلة جاهزة كنت اعلنتها بارح. لكن التضارب ده اكيد ما عندكش خطة بديلة. والقرار اللي هيتخذ الفترة الجاية هيكون مسؤول عنه مسؤولية كاملة رئيس اللجنة السلسية. بشكل واضح وصريح. لان اوعى البعض يتخيل ان قرار ايجال اقالة جهاز فني ده قرار سهل. قرار صعب جدا وفي توقيت اصعب مما تتخيله. اصعب مما تتخيله. ولو جبت مين عشان تنتظر اداء فني. الموضوع اكبر من جهاز فني. الموضوع العلاقة بالمنظومة نفسها. اتمنى ان لا يختار يكون مؤهل لاختيار مدير فني وجهاز فني خلال الفترة الجاية. لان الفترة الجاية فترة حاسمة للكرة المصرية. يتخش في الاجندة الدولية وتلعب مباراة كبيرة توصل للتصفيات والمباراة الاساسية. يا اما تبعي السنتين تلاتة عن المشاركات الدولية. الحاجة التالتة وهي متعلقة بالنادي الاهلي. ان شاء الله الفريح هيستقنف تدريباته غدا. بيت سمو سيماني وصل آآ فجر اليوم بعد اجازة حوالي اسبوع عشر تيام في جنوب افريقيا. اليومين اللي فاته وكان فيه مشاورات ومنقشات في فكرة مين هيكون الجهاز المعاون ليه. مدرب عام في محل الاداء. كان سافر ركيب تاون قاعد فيها يومين بيحاول يشوف الموضوع دوت. لكن عموما بيت سمو سيماني وصل الفجر. هتبقى فيه اجتماعات خلال الساعات اللي جاية. بقرة التمرين ان شاء الله. اول مران بعد الاجازة هيكون الساعة ستة عاقب طبعا المغرب. صلاة المغرب. هيكون اول مران لفريق النادي الاهلي بازن الله. الدوليين بعد وصلهم بالامس هيكون اول مران ليهم يوم السبت القادم بازن الله. طبعا انت عندك بقى لعبة دولية محترفين في الخارج. عندك أليو ديانج مع مالي. عندك علي معلول مع منتخب تونس. عندك كالويس ميكسوني كان بيلعب النهاردة مع موزنبيك. بيرسي تاو كان بيلعب مع منتخب جنوب افريقيا بالامس. واحرز هدف. وللأسف لم يحتسب وكان متسلل او يعتبر الحكم حسب وتسلل. لكن الهدف كان صحيح. عندك عدد من المحترفين. اكيد هيصر خلال الساعات اللي جاية. ويكون في برنامج تأهيل اليوم الفترة الجاية. وتحديدا بيرسي تاو بيتس موسيماني طلب من الجهاز الفني اعداد برنامج بدني قوي جدا لبيرسي تاو خلال الفترة اللي جاية لتحضيره في المباراة. الصفقات الجديدة طبعا معظم اللي قناهم من ضمن الصفقات الجديدة. كمان كريم فؤاد. كمان المعارين احمد عبدالقادر وعمار حمد. كل دول هنسجموا طبعا ويخشوا التدريبات خلال الفترة اللي جاية. ملف الصفقات انتهى. اتقفل. اعتقد بتصرحات امير توفيق مدير التعاقدات بالامس. افل الملف. مفيش اي مجال الاجتهادات مرة اخرى. ملف الصفقات انتهى. وحالين بيتم الاتفاق على اعارة عدد من اللعيب. عشان تكوين القيمة النهائية اللي هتقدر تشارك معاك في المسابقات المحلية والمسابقات الافريقية. طيب اخر حاجة. هاختم بيها فقرة ترند ترند. وانا في الانترو قلت دايما بنهتم جدا بالقيم والمبادئ والثوابت. ليه قلت الثلاث حاجات دول? شفتوا على مدار اسبوع حاجات كتيرة جدا متعلقة بثوابت النادي الاهلي. وفي ناس لها هدف انها تضرب ثوابت النادي الاهلي في التاريخ نفسه. الهدف ده ان يضربه في التاريخ نفسه. بس انا هايز اربط ده بحدث حصل ناس كتيرة ما خديتش بالها منه. لان احنا دايما الناس بتتعامل مع الاعلام على ان زكرة السمك الناس بتنسى. لكن تتذكروا كلكم مباراة الاهلي والترجي عام 2018. المباراة اللي عدرها الحكم الجزائري الدولي مهدي عبيد. وازاي كانت فيه حملة كبيرة جدا على هذا الحكم الجزائري من داخل مصر. مش من خارج مصر. تسببت في مشاكل كثيرة جدا لنادي الاهلي في المباراة العودة في تونس لما الاهلي واجه الترجي التونس. وللأسف الكلام تكن طالع من جوة مصر. وتقال كلام كتير جدا على مهدي عبيد. وكل ما تعد السنة يقولك هو مهدي عبيد هو بيدير مباريات. بس الناس دايما عايزة توصل للناس وترسخ في ازهان الناس. فكرين من خمسين سنة. الاهلي كان بلاعب الترجي في القاهرة ببرج العرب. وحصل ضربات جزاء. وحصلت مشاكل. الحكم ده استبعد وبعد. وتقال كلام عليه. انا ماينفعش حتى اقوله على الهواء. بس تقال كلام فيما معناه الهدف انه كان يوصلك لمرحلة ان النادي الاهلي كان سبب في اللي حصل في احداث هذه المباراة. وده شفنا بعد كده لما رحنا تونس والمشاكل اللي حصلت من الجمهور هناك لما الاهلي راح لعب مباراة الاياب. وكانت سبب رئيسي في الحالة اللي انتهت بها المباراة. وحسارة الاهلي بطولة افراقية. كل سنة مهدي عبيد مسلا يدير مباراة او اتنين في دورة الابطال او الكنفيدرالية. بس الادوار التمهيدية. يبعد فترة بسبب القشف الطبي. يبعد فترة بسبب تعلق طبعا مصطفى غربال المرشح لكاس العالم. عامل السن كمان بيدي فرصة ان مصطفى غربال يكون من ضمن حكام النغبة قبل مهدي عبيد. لكن خدوا بالكم. انبارح كانت فيه اكبر مباراة في التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم. مباراة مين? مباراة الكاميرون او مباراة الكدفوار والكاميرون. بقول كدفوار كانت مباراة تلعب في عبيد جان. كدفوار والكاميرون. مين اللي كان بيديرها يا جماعة? مهدي عبيد شارف. الحكم الدولي الجزائري المصنف في الجزائر رقم واحد مع مصطفى غربال. بيدير اكبر مباراة في التصفيات الافريقية لكاس العالم. مباراة مؤهلة لكاس العالم. يعني تحت اشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مع الاتحاد الافريقي. مش مباراة اندية. لما كان بيدير مباراة اندية ما كناش من نتكلم ساكتين. راجل بيدير مباراة في زنبيا. راجل بيدير مباراة في نايفرييا مع��انيين بقى مباراة موجودة في دور المجموعات مش موجود في المراحل النهائية بعد عن حكام النقبل لسبب ما حصل في فترة معينة والتعادل ده ما كانش علاقة بلاتيكة المباركة تليها علاقة ببعض القيادات ماسكة في الكافكة تليها هدف ان هي تبعد مهدي عبيد لكن مهدي عبيد النهاردة بيدير مبارك بيرة زي دي الناس بقى اللي اتكلمت وكان هدفها ان يضرب الا السوابت والمبادئ والقيم الخاصة بالنادي الاهلي وعلى على الحكم ده كلام كتير قوي هم فين لما شافوا مهدي عبيد بيدير مبارك بيرة زي دي افريقيا كلها بتتفرج عليها انت عارفين مبارك حجم الكاميرون وقدفوار في تصفيات مؤهلة كالسة العالم حجمها ايه حجمها كبير اعتقد اللي قال كده على الحكم الجزائري مطالب بالاعتذار مش لمهدي عبيد فقط ده مطالب بالاعتذار كمان للنادي الاهلي لان الهدف اللي كان بيتقال عليه على مهدي عبيد كان يخص النادي الاهلي لما يدير مبارك بيرة زي دي المفروض لو انا عندي مهنية يطلع يعتذل عن كل كلمة قالها من ثلاث سنين على هذا الحكم الدولي اللي ادار مباراة الاهلي وترجي عام الفين وطمنتاشر نفس الفكرة على بعض الشخصيات اللي ممكن تضرب سوابة الاهلي في الامور التاريخية سيبوهم للتاريخ التاريخ هيحكم كل واحد قال ايه لهدف شخصي وكان هدفه يضرب سوابة الاهلي ولا هدفه بيتكلم للمصلحة العامة سيبوا التاريخ يحكم بنفسه على تصرف وعلى كلمة كل واحد لان البعض بيحاول يركب الترند لان التاريخ عمره ما يرحم اللي بيحاول يركب الترند اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف ترند الاهلي ونتكلم اكتر بقى عن فرية الاهلي والاستعداد للمرحلة اللي جاية اهلا بحضراتكم من جديد وفقر الترند الاهلي ونشوف مع بعض اللي اتكتب على السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيرة نبدأ مع بعض من الحساب الرسمي للاهرام على تويتر واللي نشره الاهلي يترقب وصول تاو وميكسوني اليوم وبرنامج بدني ينتظر السونية لسه بتكلم من شوية بيتسو موسيماني اثناء وجوده في جنوب افريقيا طلب من الجهاز الفني اول ما يصل بيرسي تاو يكون فيه برنامج بدني خاص باللاعب عشان تجهيزه بدنيا للفترة الجاية ونفس الامر هيكون متعلق ايضا بلويس ميكسوني اللاعب القادم من سيمبا التنزاني والنهاردة كان بلعب مباراة موزنبيغ في التصفيات الافريقية نروح كمان للحساب الرسمي للأهرام على تويتر وبيقولوا ان الاهلي تلقى عرض لشراء رامي ربيعة وجلسة تحسن ملف الراحلين الفكرة في حد ذات ان احد الاندية الصاعدة للدوري المصري طلب ضم رامي ربيعة خلال الساعات اللي جاية لكن حتى هذه اللحظة النادي الاهلي لم يرد بشكل مباشر على طلب النادي في انتظار الجلسة مع اللاعب وحسن ملف الراحلين يعني لو في احد عناصر خط الدفاع ممكن طلع على سبيل الاعار لا يبقى رامي مكمل الامور دي لسه يكون فيها اجتماعات خلال الفترة اللي جاية ولسه ملف القيد مفتوح شوية لغاية الاسبوع الاول من شهر اكتوبر خلال الفترة اللي جاية طيب الحساب الرسمي او الصفحة الرسمية للوطن الرياضي مصطفى البدري يطلب الاجتماع مع موسيماني الزملاء في الوطن الرياضي بيقولوا ان النادي الاهلي تفاجأ بطلب من مصطفى البدري المنضمة حديثة للفريق قادم من الانتاج الحربي بعقد لمدة خمس سنين انه هو طلب يعقد جلسة مع بيت سمسيماني فورا عددته الى القاهرة خلال الساعات القادمة صحة الخبر من عدمه مش مؤكدة بالنسبة لي لان تصريحات امير توفيق مدير التعاقدات بالامس بخصوص انضمان مصطفى البدري النادي الايلي عارف الخطوة التالية بخصوص اللاعب في الفترة اللي جاية لكن اكيد هيكون في جلسة تجمع كل اللاعبين الجدد مع بيت سمسيماني قبل اعلان اي قرار متعلق باعارة اي لعب في الفترة جاية حتى لو لسه منضم وكان فيه اتفاق على الاستثمار ودفع به ومنحه فترة الاعارة في احد الانديها الاكتساب خبرة ومزيد من الوقت للانضمام للنادي الاهلي بعد ذلك لسه مع الوطن سبورت وايضا خبر عاجل ازمة جديدة في ملف انتقال نجم الاهلي الى بيرامدز والموضوع متعلق بنصر ماهر بتكلموا ان مثلا بيرامدز عايز ناصر ماهر بعرض بيقدموه بحوالي تمانية مليون جنيه لكن مثلا الاهلي رفض التمانية مليون وعايز عشرة مليون الفكرة في حد ذاتها هو ناصر ماهر شايف مشاركته الفترة الجاية هتكون موجودة بنسبة كبيرة فين هلف بيرامدز هلف سموحة الاول اللاعب رغبته ايه ثم بعد ذلك موافقة النادي على العرض اللي جاي لللاعب هل يناسب اللاعب ويناسب النادي ولا كل الامور دي بيتم الاتفاق عليها لكن حتى هذه اللحظة ناصر ماهر مازال لعبا في صفوف النادي الاهلي ولم يتخذ اي قرار بشأن اي لعب خلال هذه الفترة بشكل رسمي ومعلن والفترة الجاية ممكن تسمعوا تفاصيل جديدة في ملف انتقالات اللاعبين اللي بتقال مثلا ناصر رايح بيرامدز وكنت تلاقيه في نادي تاني ناصر متفي ان هو يلعب في مكان تاني القصة مش زي ما الناس متصورها رقم مادي والاهل هيوافق الاهل هيرفض موضوع اكبر من كده وبقى داخل فيه اطراف عديدة في مسألة الاتفاق على انتقال اي لعب في الفترة اللي جاي اخر حاجة وهي مباراة السوبر الافريقي لقرة اليد اللي هتتلاعب ان شاء الله يوم الجمعة القادم على مجمع صلاة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر الصفحة الرسمية يلا كورا على الفيسبوك قالوا طاقم حكام تونسي للسوبر الزمالك والاهلي اذا هذه المباراة مباراة السوبر الافريقي هيدرها طاقم تحكيم تونسي المباراة مهمة لحاجتين الفائز بالبطولة او بالمباراة هيحصل على كاس السوبر وسانيا الفائز سيتأهل الى كاس العالم السوبر جلوب اللي هتتلاعب في المملكة العربية السعودية والحاجة التالتة والاهم ديربي ما بين الاهل والزمالك في كورة اليد وبتأكد هتكون مباراة كبيرة جدا بعد الاداء الرائع جدا اللي ظهر فيه منتخبنا الوطني فيه اولمبيات تطقيو الحكام التوانسي اللي هيدروا المباراة سمير مخلوف وسمير كريشان دول هايكونوا حكام مباراة سوبر اليد الافريقي ما بين الاهل والزمالك اخرج الافاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف اخر الاخبار بخصوص منتخبنا الوطني والسوشيال ميديا برضو بطول ايه بخصوص الجهاز الفني القادم لمنتخب مصر اهلا بحضراتكم من جديد وطبعا بتأكيد قبل ما ادخل في الترند المحلي واخبار منتخبنا الوطني خبر عجل في هذه اللحظات اتحاد القرى يعلن استئناف النشاط يوم واحد وعشرين تسعة من الشهر الجاري قرر الاتحاد المصري للكرة القدم برئاس تحمد مجاهد استئناف النشاط القروي باقامة مباراة السوبر المصري عن الموسم الماضي بين الاهلي وطلاق الجيش يوم واحد وعشرين ستمبر الحالي فيما تقام مبارتي دور ستاشر لكأس مصر الاهلي مع امبي وسموحها مع بيرامدز يوم خمسة وعشرين تسعة ومباراة الدور التمانية بين الفائزين في المبارتين يوم تسعة وعشرين تسعة على ان تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك واسوان يوم اثنين اكتوبر والمتأهل في الاطراف الاخرى الى مرحلة الدور النصف النهائي امام بيترو جيت يوم تلاتة اكتوبر فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم تسعتاشر اكتوبر قبل انطلاق مسابقة الدور الممتاز يوم 25 أكتوبر إذن بانت الخريطة والرؤية بالنسبة للمرحلة اللي جاية كأس مصر لم يلغى وستستأنف المسابقة يوم 25 تسعة ولكن قبلها هتتلاقي مباراة السوبر المصري بين الأهل وطلاع الجيش يوم 21 تسعة وله لعيه لعب مع إمبي يوم 25 وإذا فاز إن شاء الله هيواجه الفائز من بيرامدز وإمبي يوم الفائز من سموحة وبرامدز يوم 29 تسعة يعني نتكلم الأهل عنده 21 تسعة ثم 25 تسعة ثم لو كسب ويوصل مرحلة دوري الثمانية هيلعب 29 تسعة وبعد كده يوم 3 أكتوبر يعني فترة زمنية أربعة أيام بين كل مباراة وإيه الدورة هينطلق 25 أكتوبر لكن هل الدوري هيكون دوري من مجموعتين دوري دور واحد دوري بشكل طبيعي مش عارف بس 25 أكتوبر تم اتأخر جدا 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 الخبر الثاني العاجل اتحاد الكرة يدعو أندية الدور الممتاز لانتخاب الربطة يوم 19 تسعة دعا الاتحاد المصري برئاس تحمد ميجاد أندية القسم الأول لمسابقة الدور الممتاز في خطاب رسمي أرسل اليوم إلى الأندية لترشيح ممثل عن كل منها في موعد غايته يوم السلساء المقبل 14 تسعة لانتخاب ربطة أندية القسم الأول يوم 19 تسعة وحدد الاتحاد المصري في خطاب وفق للاحة النظام الأساسي للاتحاد المتضمنة تكوين ربط الأندية القسم الأول ألا يكون ممثل النادي عضواً بمجلس إدارته أو موظف به يعني بما أنا صح النادي الأهل لما يرسل اسم لربطة الأندية الاسم اللي هيتم إرساله لا يكون عضو مجلس إدارة ولا يكون موظف أو بيعمل داخل قطاع الكرة أو داخل النادي الأهلي الخطاب أضف أن سيتم مراجعة شروط الترشح لعضوية الربطة يوم 15 و16 تسعة وتقام انتخابات المكتب التنفيذي للربطة يوم 19 تسعة باختيار خمسة أعضاء من بين مرشيح الأندية التمنتاشر على أن يوقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي يوم 22 تسعة أتمنى تكون ربطة أندية محترفة تبقى للايحة النظام الأساسي بس هو السؤال ألي لايحة نظام أساسي الجديدة اللي لسه يتم نشراها في الجريدة الرسمية المعتمدة ولا اللايحة القديمة بس الاتحاد بس محتاجي يجاوبلنا على الجزئية دي لأن لايحة النظام الأساسي الفيف اعتمدها لكن لسه اللجنة اللمبية لم تعتمدها ولسه لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية طيب أروح بقى للترند المحلي ونشوف المحتوى الموجودة على السوشيال ميديا وأخبار منتخبنا إيه في الساعات الأخيرة أول حاجة معايا في الترند المحلي صفحة الوطن سبورت على تويتر اللي بيقولوا إن اتحاد الكرة يرفض سداد الشرط الجزائي لحسام البدري بعد إقالته من القيادة الفنية للمنتخب الوطني على عادة الزمالة في الوطن إن الكابتر حسام تبقى للتعاقد بتاعه إن فيه شهرين شرط جزائي إذا الاتحاد أقاله لكن طبعا هو لم يتقدم باستقالة فالاتحاد أو اللجنة السلسية هي اللي عقلته فبالتكد عنشوف الفترة اللي جاية لكن الأهم مين هيكون هو البديل في الفترة اللي جاية ده الأهم صفحة فجول بتجاوب على السؤال بس في إطار مش مباشر يعني بيقولوا مصدر من اتحاد الكرة اللي فجول نتواصل مع مدربين أجانب غير فنجادة لقيادة منتخب مصر بيقول إنه هم دربين أجانب آخرين الخيارات باتت مطروحة ورحيل إيهاب جلال عن الإسماعيل لا علاقة لها وبترشحه لتدريب المنتخب معنى كده إنه ما فيش خطة بديلة مين هيكون بديل لحسام البدري في الساعات اللي جاية طيب يلا كورا بينقش الموضوع إزاي وبيشوف مصدر أيضا في الاتحاد بيدلوا خبر جديد مصدر ليلا كورا إيهاب جلال مدرب المصري الوحيد المرشح لخلافة حسام البدري في القيادة الفنية لمنتخب مصر طبعا عكس اللي كتب في موقع في الجول اللي قالوا فيها مش معنى إنه إيهاب جلال ميشي من الإسماعيل إنه هيكون مرشح لقيادة المنتخب طبعا الناس بتحاول تجتهد لكن في النهاية حالة البلبلة هيكون مسؤولة عنها الاتحاد إذا ما أعلنتش سريعا من المدير الفني موقع في الجول اللي راح بقى في إطار خارج مصر شوية وخارج المدربين المصريين والأجانب اللي حتى المرشحين من داخل مصر في اتصالات مع شركة سبورتس إتشي كيو تعرض المدربة الهولندي مارتنيول لقيادة منتخب مصر ممكن يكون شركة تسويق بتحاول ترشح مارتنيول لكن مارتنيول بعد رحله من الأهلي السي في والسيرة الزاتية إيه؟ أعتقد بعيد تماما اليوم السابع من خلال حسابها الرسم بيقولوا عاجل دي صوابر ومارتنيول وفييرا معرضون على اتحاد القرى لتدريب منتخب مصر هتلاقي بقى سيارة ذاتية وصمصرة وهوكلاء لعبين وشركات تسويق بتعرض كل الأسامي المطروح عشان تدرب منتخبنا الوطني لكن الإجابة هتكون عند رئيس اللجنة السلسية بوابة الأهرام من رياضة بيقولوا باتشيكو يدخل دائرة اهتمام اللجنة السلسية لخلافة البدري في منتخب مصر باتشيكو من الأسامي اللي طرحت في أحد الأندية في دور المصر لفتر الأخير أن يتولى المسئولية بعدما تم إقالته من نادي الزمالك لكن هالباتشيكو مرشح لتدريب نادي في مصر هالباتشيكو مرشح لتدريب منتخبنا الوطني أنا زي ما قلتلك الفترة دي هتكون فيه يعني اتصالات كثيرة من شركات تسويق ووكلاء وسامصرة بيحاول يرشحوا مدربين في الفترة اللي جاية لكن من خلال الخبر المكتوب في بوابة الأهرام بخصوص باتشيكو نروح لآخر حاجة عشان نشوف هل فعلا مرشح ولا وكيله بيقول حاجة تانية الوطن سبورت بيقول بقى حاجة مختلفة وكيلة باتشيكو للوطن اتحاد القرى لم يتواصل معه لتدريب منتخب مصر في النهاية بص نعايز أقول لكم حاجة في الآخر أن كل خبر أو كل معلومة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وصفحات الويب سايت على السوشيال ميديا بتقول معلومة البيتجي اللي بعده بيقول معلومة عكسها صفحة رشح مدرب من خلال اتصالات مع الاتحاد الصفحة اللي بعدها بتقول حاجة عكسها وبالتالي ده معناه أن المفروض الملف هيحصم خلال الـ 48 ساعة اللي جاية زي ما قال الاتحاد في الرسالة تم إرسالها لكل وسائل إعلام في الساعات القليلة الماضية لكن هل في مدرب واضح ومحدد هو مين حتى هذه اللحظة مش واضح ليه؟ لأن الاتحاد ما أعلنش في شكل رسمي بعد رحيل حسام البدري مين الجهاز الفني اللي هيقود المنتخب في نفس اللحظة اللي أقال فيها جهاز المنتخب أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف الفقرة الأخيرة معنا رأي المشاهدين وكل المشاركين على وجهة نظرهم مين مدرب منتخب مصر الأفضل وطني ولا أجنبي أعلم بحضراتكم من جديد وبرضو أعيد على حضراتكم الخبر الجديد والخبر العاجل بخصوص استيناف النشاط يوم 21-9 استيناف النشاط تقرر بشكل رسمي من قبل اللجنة السلسية هيكون بإقامة مباراة السوبر المصري بين الأهل وطلاع الجيش سوبر الموسم الماضي ثم تستانف مباراة كأس مصر بيوم 25-9 الأهل مع أمبي وسموحة مع بيراميز والفايز بن كلاء المباراتين سيتأهل إلى مرحلة الدور الثمانية وهتكون المباراة بينهم يوم 29-9 والفايز منهم هيلعب يوم 3 أكتوبر مع بتروجيت في المقابل مباراة الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة النهائية لكأس مصر يوم 19 أكتوبر والدوري الممتاز الجديد في الموسم الجديد هنطلق 25 أكتوبر موعيد كأس مصر بين كل مباراة وأخرى بنتكلم من 3-4 أيام وانت لسه بتبدأ موسم بعد راحة سلبية بداية غير موفقة وموعيد عندي عليها اعتراضات كثيرة جدا لكن نروح بقى لمشاركة الجمهير على السؤال ترحناه في بداية الحلقة من وجهة نظركم من الأفضل لتدريب المنتخب مصري ولا أجنبي محمد عدل بيقول المصري طبعا ومتفائل جدا بدحسام حسن يبقى أول رأي معانا مصري سعيد بيقول في الوقت الحاضر المدرب المصري أفضل لأنه عارف جميع اللاعبين ليس هناك وقت لمدرب أجنبي يبقى 2-0 للمصري آخر حاجة محمود فوزي مدرب أجنبي طبعا مفيش مدرب مصري هيكون عليه اتفاق من الجميع أنا هعتبره خبق يعني رأي فيه تأويل إنه مدرب الأجنبي لكن في نفس الوقت هو أصاب الهدف قالك مفيش مدرب مصري كله يتفق عليه وبالزبط ده اللي حصل مع كبت حسن البدري لأنه نفس الأمر كان مع كوبر ما كانش فيه اتفاع عليه لكن الكل كان سايبه لغاية لما وصل فيه ختام المشوار لكن كورة ما اتفرجناش على كورة بصراحة في الفترة السابقة ولا الفترة الحالية والفترة القادمة الله أعلم رايح بينا على فين بشكر حضراتكم على حص المتابعة والمشاهدة وبإذن لنا ألتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء